أكدت وكالات الأمم المتحدة أن هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في تضفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع تزايد خطر المجاعة وتعرض الكثيرين للمزيد من الأمراض وقال رؤساء برنامج الأغزية العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ومنظمة الصحة العالمية إن إيصال الإمدادات الكافية إلى غزة يعتمد الآن على فتح مزيد من المعابر الحدودية والسماح لأكبر عدد من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية يوميا وكذا الحد من القيود المفروضة على حرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية